إلى مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل يتجه رؤساء مجموعة دول الساحل التي تضم خمس دول إفريقية هي الشاد والنيجر ومالي وبوركينفاسو وموريتانيا لعقد اجتماع مع زعماء الاتحاد الأوروبي الاجتماع الذي يعقد الجمعة بمشاركة القادة الأوروبيين بالإضافة إلى وزراء خارجية عشر دول بينها السعودية والسنغال والمغرب ومسؤولين كبار من الولايات المتحدة واليابان يهدف إلى تقديم دعم سياسي ومالي لدول الساحل التي تسعى لتشكيل قوة إقليمية جديدة لمكافحة الإرهاب ولتمويل قوة الساحل التي يتوقع أن يبلغ قوامها نحو خمسة آلاف جندي بحلول منتصف العام الجاري تسعى المجموعة الإقليمية للحصول على نحو أربعمائة مليون يورو إضافية لتأمين منطقة ظلت فريسة للإرهابيين ومع تأمين نحو مائتين وخمسين مليون يورو حتى الآن من ضمنها مائة مليون يورو من السعودية يسعى القادة الأوروبيون إلى التعهد بتقديم مزيد من الدعم لمنطقة تعاني من الفقر وتعتبر نقطة عبور رئيسية للمهاجرين المتوجهين إلى أوروبا الرئاسة الفرنسية قالت إن هذه التعبئة غير المسبوقة تشكل دليلا على الوعي الجماعي بأهمية منطقة الساحل لاستقرار إفريقيا وحتى أوروبا ولدى اكتمال تشكيلها ستنضم قوة الساحل إلى عدد من الجهات العسكرية التي تضم أكبر عملية عسكرية فرنسية في الخارج وبعثة حفظ سلام أممية في مالي ووجود أمريكي يضم نحو 800 جندي في النيجر ويأتي التحرك الأوروبي والدولي لدعم منطقة الساحل للحيلولة دون تنظيم الجماعات الإرهابية صفوفها بعد أن تعرضت لضربة قوية خلال التدخل الفرنسي في 2013 في شمال مالي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر